تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي مدريد اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواب عبر قناة سلبي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال أفكار المحتوى وبالتعاون مع مجموعة RM4arab المباراة جاءت بعد تعثر أساسون المباراة الماضي اللي أهدر فيها ريال مدريد فرحة لكلاسيك وفكان لابد تفوز اليوم خصوصا أنك بتلعب مع فريق ضعيف حرفيا آخر 6 مباراة فايز مباراة واحدة في هذا الموسم سجل 8 أهداف ومتلقي 13 ماكي لقوال أكثر من مجايب فريق محدود الخيارات محدود الأفكار هذا الموسم وبالتالي لازم تهزمه لأنه كان حيكون غير مقبول أبدا بعد لكلاسيكو تخسر أو تتعثر مبارتين لأنه الجماهير مش هترحم الجماهير هتبدأ الانتقادات والإعلام حيفتع لك توتر غير مبرر في مباريات كان لازم تكون 6 نقاط أنشلوتي بيعرف هذا الكلام دخل وهو بفكر بالثلاث نقاط تشكيلته 4-3-3 عنده مشكلة مهمة جدا غياب بنزيمة وهو غياب اختياري في الحلقة الماضية تكلمت وقلت بنزيمة بعد ما يلعب جولاته الدولية من الآن فصاعدا لأنه تعود 5 سنين على إجازات وراحات الدولية لازم تصير تريحه أكثر مما كنت تتلعبه في الماضي لأنه ظهر الإرهاق عليه في الكلاسيكو والمباراة اللي بعدها وبالتالي صار واضح لازم يرتاح أنشلوتي ما تردد ريح اللاعب عارف عنده مبارتين جايات قبل التوقف الدولي وبالتالي بدي يكسبوا فيهم ويقول المباراة اليوم هي الأسهل من اللي ضايلين الأخبار حسب الأخبار يبدو ماريانو دياز ما كان فكرة تكتيكية من أنشلوتي كان فكرة اضطرارية لأنه لوكايفتش مش 100% بدنيا بعد الإصابة في حين القرار اللي كان اختياري أنه مارسيلو يلعب على الظاهير الأيسر وأيضا الثلاث الوسط الخبراء هم اللي في أرض الملعب وهون كان في فكرة مهمة جدا تتعلق بمارسيلو أول واحدة أنه مندي بعد إصابته طويلة الأمد ما بقدر يرجع 100% يقدر يلعب مباراة كل ثلاثة أيام وبالتالي طبيعي يرتاح مباراة ثانيا في ظل غياب بنزيمة أنت بتفقد جزء في تقني مش بس هداف مش بس حاسم بتفقد جزء تقني من اللاعب اللي بيطلع وبيربط مع بين الوسط والجناح وبيصنع شوية فرص مارسيلو عنده اللمس المبدع على الكرة عنده العرضية الخطيرة في الكرة عنده الفكرة يدخل الكرة منطقة الجزاء عنده الجانب التقني اللي يحاول يربط في الجناح الأيسر مع المهاجم وكذلك ما بننسى أنه عرضيات مارسيلو البعيدة واللي بقدر يلعب فيها بطريقة مميزة جدا فيها جانب من المفاجأة ممكن تخدم ماريانو دياز داخل منطقة الجزاء أنش اللي بتقني يعرف أنه مارسيلو هيعاني بدنيا بليقاء اليوم لأنه أصلا مش بلاياقته لأنه أصلا غاب كثير على المباريات أساسيا ولأنه أصلا كبر في العمر مع بلاياقة الشباب القديمة كان عارف ذلك لكن كان لابد يدفع ثمن هذه المغامرة مقابل الفوائد اللي حيجنيها على الكرة لما يكون هو اللي مستحوذ عليها وطالعي هاجم بداية ريال مدرد للقاء منطقية جدا أنا داخل ألعب مع فريق السنة الماضية معذبني ذهاب إياب وبالتالي حيكون متحمس وراغب يلعب بالقوة أمامي بلعب في ملعب بلعب بجمهوره لازم أولها أحتوي لازم أولها خلص يعني أمطس هذه الحماس وبعدين أبلش ألعب فالريال قتل الرتم في البداية خبطأه استحوذ على الكرة قد ما يقدر وخلانا أول عشر دقيقة المباراة نشعر فيها هجمي هون مقابل هجمي هون لكل فريق وشفنا أيضا في البدايات أنه رودريغو جونيور عم بضمه أكثر وأكثر للعمق على عكس وضحهم لما يكون بنزيمة موجود في أرض الملعب لأنها تعتبر مساحة بنزيمة يعني كلها لكن لأنه ماريانو ما بيلعب بأدوار بنزيمة رودريغو وجونيور كانوا عم يدخلوا بالعمق وفعلا رودريغو أخذ كرتين كان يسجل منهم قبل الإصابة وسدد دزددتين خطيرات كانت الفكرة عم تشتغير كويس لكن لما دخل أسنسيو الفكرة تماما توقفت أنه أسنسيو مش بنفس حركية وسرعة رودريغو في هذا الجانب في حين جونيور ظل اللاعب اللي حاول دائما نضم للعمق عشان دائما يكون فيه لاعب قادر كروس يلقى قريب من منطقة الجزاء عكس الدور اللي بيلعب بنزيمة اللي هو أساسا بروح يحتل هذه المساحة على اليمين أو على اليسار ويستلم الكرة وقتنا مكان اللقاء متكافئ كرة غلط من ألشي كاسيميرو لمسي وحده ماريانو تمريرها عبقرية جونيور هيدو وبيسجي الهدف هون المباراة تغيرت ومباراة صارت أسهل على الريال المباراة صارت خلص بإيد الريال هو المتقدم ومسيطر الهدف لما ترجع تشوفه أسنسو كان عم يضغط على اللاعب اللي بيمرر فمرر غلط هنا واجب دفاعي ناجح الريال كان عم بنجح دفاعيا عطول اجي التحول من الدفاع للهجوم بلمسي وحده من كاسيميرو أيضا مهم جدا وثم جاءت من ماريانو اللات جونيور بفكرة هجومية إذن الريال بموقف واحد لعب ثلاث أفكار بموقف واحد لعب ثلاث حالات بثاني واحد قلب المباراة لصالحه والمباراقة بالذلك كانت راسب راس حرفيا الهدف أيضا أكد تطور مهم جدا في جونيور أولا استلم الكرة بهدوء فهم أنه مش لازم يشوت أول ما تجيلوا الكرة من أي مسافة بالدنيا أخذ خطوتين اقرب على المرمى ثم سند بطريقة بسيطة عادية بدون تعقيد كان كثير عقد بتذكروا الأمور على نفسه مرة يحاول يلفها ومرة يحاول يخليها بأي طريقة غريبة عجيبة لا بهدوء سنجل هدف الجول جول سواء حلو ولا مش حلو حيحسبو لك يا هدف وجونيور بناش يبين أكثر وأكثر أنه اللاعب اتعدى مرحلة الندوج صارت طبيعي عنده يلعب الصح والهادي لعند طرد لعب إلتش الريال كان عم يعاني دفاعيا ولعند طرد لعب إلتش عشان نكون دقيقين وما نخدع الناس كان الريال ممكن يطلقى التعادل بأي لحظة كان ممكن يسجل هدف الثاني أيضا بأي لحظة لكن مبارا كانت 50-50 لأنه الريال دفاعيا كان يتحول أربعة واحد أربعة واحد وتكون فلسفته أنه يمنع زوايا التمرير أنها تكون كثيرة للعبة إلتش وبالتالي يكون تمريراتهم على الأطراف ويحاول يلعبوا كرات عرضية يتعامل معها ألابا وميلتا وهذا كانت الفكرة الأساسية لكن مش هذا اللي صار في أرض الملعب مارسيلو وفاسكيس كانوا عم يعانوا في وجودهم بمهارات الواحد لواحد كل لعب من إلتش يطلع فاسكيس أو عمارسيلو تحسه ممكن يمر أو بيمر وبالتالي بصير أخطر بصير أقرب لمنطقة الجزاء أيضا خط الوسط بدنيا لحظة ارتداده حتى حركيته بطيئة وذقيلة ومبين فيه نوع من خليش حكي إرهاق بسي مبين نوع من الهمة لذقيلة لللاعبين هذا خلق دائما مساحات واضحة ما بينهم ما بين خط الدفاع ما بينهم بين بعض لأنهم أبطأ من المعتاد فبالتالي تغطيتهم بطيئة فالكرة أسرع منهم فإلتشي بيقدر يمر بالكرة أيضا هذا الشي حتى في الارتداد من الهجوم للدفاع كانوا أبطأ فكانوا لعبين إلتشي يقدروا ياخدوا الفرصة يلعب واحد لواحد على مارسيلو أو عمارسكيس ويمر لأنه زي ما حكيت الاثنين كانوا مش تمام اليوم بمسألة الواحد وواحد في حال دفاعية وفي الحقيقة هذه كانت معاناة ريال مدريد طول المباراة ولولا إنه إلتشي محدود هجوميا وزي ما قلت لكم مسجل 8 أهداف بـ 11 مباراة قبل المباراة اليوم كان ممكن يسجل بأكثر من موقف بقرار صحيح بجودي أفضل شوي بتزديدي بدل ما تكون بهذا الطريقة تكون بس شوي على اليمين كان ممكن يجي التعادل بأي لحظة قبل ما تصير المباراة 2-0 طبعا شبناهم سجلوا في النهاية هدف يعني عززوا فيه ثقتهم بنفسهم وكادوا يضغطوا آخر دقاء أقلقة وأيضا الريال كان عم يعاني أنه بعد الهدف الأول ما عاد قادر يوقف على الكرة براحته ما عاد قادر يدور الكرة ويتحكم بالرتم على راحته لأنه لعيبة إلتشي انجنوا بتضحيتهم البدنية انجنوا بضغطهم انجنوا بمحاولتهم أنهم يفتكوا الكرة ويكملوا المباراة هذا كان يجب الريال مدريد يلعب كرات بعض الأحيان مستعجلة عشان ما يخسروها بمناطقهم فيترجع الكرة لعيبة إلتشي تزداد ثقتهم بنفسهم كان الاستحواذ يوصل في بعض الدقائق خمسين خمسين طبعاً ضلوا ما يلي شوي لصرح الريال لكن كانت الثقة عم بتزيد عند لعيبة إلتشي إنه إحنا عم نسترد الكرة هذا كله انتهى في لحظة طرد رؤول جوتي اللاعب اللي حبب المدريديين في اليوم مش عشان اسمه رؤول وقوتي بل لأنه ارتكب خطأ متهور بيستهل عليه بطاقة صفرة ثانية وبيستهل ينطرد ببساطة فبالتالي لما صاروا عشر لعيبة ما عد يمكن الضغط هذا السريع اللي كان يعملوه لعيبة إلتشي لأنه معناها هتنفتح المساحات بتمريرها واحدة صح ومعناها الفريق حيستنزف بدنياً أسرع وأسرع وبالتالي المدرب الطر غير أسلوبه المباراة صارت أسهل على ريال ما لريد تدخل أنشلوتي كان جداً سريع نزدولي كارفخال نزدولي مندي ما في داعي لمغامراتي الواحد لوحد الآن لازم ننزل اثنين أفضل بهذا الجانب نزل كارفخال ونزل مندي رفع حيوية الفريق أدار اللقاء بهدوء سجل هدف ثاني مرة ثانية جونيور استفاد الريال من نقص في شكل جيد خبرته حكمته خلته يمر بخصوص مريانو دياز كلاعب بالعام مباراة من زمان ما شفناه شغبه حركيته حيويته ممتاز سرعته ببعض المواقف كويسة عنده مشكلة قرار لسه طبعاً لأنه فاقد الحسسية عنده مشكلة حاسب أمام المرمى لسه لأنه عنده فاقد الحسسية طبيعي لكن أهم شي حسسنا فيه مريانو إنه فارقة معه حابب يحاول وبالتالي أنا اللاعب اللي دايماً بتحسه فارقة معه بقول حرام أعطوه فرصة ثانية وثالثة ممكن يصير معه شي زي اللي ما كنت أقول عن جونيور أصبروا عليه وأعطوه لأني كنت أحسه محروق دمه بدي يثبت نفسه مش مش إنه يلا صار صار ما صارش ما صارش لا نازل يحرق نفسه عشان الفريق فاللعابة هذول بتحاول دايماً تتعاطف محهم تصبر عليهم لأنهم فعلاً كنز مفقود في أيام هاي بقرطة القدم أنا بالنسبة للأسينسيو فأنا بتشوفه في الملعب بالدفاع بيحاول بركض بيحاول يضغط طبعاً أبطأ شوية من العادي هو ده منعرف أنه بدفاعياً واجبه مش 100% بس بيحاول اليوم وهجومياً بيحاول يطلب الكرة ويدخل بالسيناريو بس مشكلته مش قادر يكون في الإش اللي الناس تشوفه بلش يشك بنفسه أنه بيقدر يكون بهذا الحدث طبعاً بشعر أنه أسينسيو الآن مشكلته ما عادت مشكلة مستوى لاعب صارت مشكلة ثقة بالنفس ثقة بأنه بيقدر يكون لاعب مهم في ريال مدريد فعلاً سنين سنتين ثلاثة بعد عن الأضواء يبدو أثروا عليه خلوني أخدم من موضوع إيدن هازارد والتصريح اللي إجا من أنشلوتين اللي ما معناه اللي حابب يطلع يطلع وسكر باب وانت طالع إذا مش حابب الضل بسمع الإدارة بروح طالع مؤتمر صحفي لش أنشلوتين بيعمل هيك لش بيحكي مع هازارتين في سببين واضحات أنا السبب الأول المنطقي إنه هازارد إجا طالب بحقه كأساسي بيك أنا هازارد شهر فيه وأنا نجوميتي وأنا أيام تشلسي تابوف لو شفني أيام تشلسي لعبني فبالنسبة لأنشلوتين الماضي ما بيطعمي خبز تعال إلعب هلا هل أنت هالمستواك بلعبك ولا لا فإنك ما رح ترجع أساسي إلا في أدائك بالملعب مش هترجع أساسي بناء على أدائك في الماضي ولا على السعر اللي اندفع فيك ولا على الراتب اللي أخدته فأعتقد ربما هي رسالة للشيء صار بينهم بغرفة تغيير الملابس فبشانك أنشلوتين أخذ الموضوع لنوع من التصعيد وربما كلام هازارد أو الكلام اللي وصلوا عن هازارد شو بيحكي أو إنه ممكن هازارد تكلم مع الإدارة كانت ردد فعل أنشلوتين حاسمة أنا الهون اللي بقى أردد أو شي ثاني شفتوا حرب الإعلانات والأخبار هازارد راجع أفلان وهازارد عن يوكاسر وعاد شلسي وحرب وكل شوية نادي صار بده هازارد فجأة ربما يكون إدارة ريال المدريد متيقنة ومؤمنة تماما إنه تسريب هذه الأخبار الكثيرة قادمة تماما من وكيل أعماله لأنه ببساطة نادي معين مهتم بهازارد عادي جدا رئيس نادي ريال المدريد فصيروا يستوعبوا مع جمع الأخبار مع سكاوتستعونهم مع علاقاتهم مع الصحفيين إنه اللي بصير من حزمة الأخبار المتعلقة إنه هازارد بده يطلع وهازارد ما بده يضل وكل هذا الكلام ممكن يكون وراها وكل الأعمال كانوا عمل الضغط على ريال المدريد عشان يستعيد اللاعب مكانه فهي رسالة واضحة إنه مكانك حيرجع بالملعب مش حيرجع بأي شي تاني فعشان هيك أنشلت يركب شخصية أو لبس شخصية مش شخصيته بالتصريحات نوصل هون لنهاية هاي الحلقة كنت بحق وأنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر إنستغرام وضروري جداً تتابعوني عن سيرفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة